اشتركوا في القناة القضاء يتحرك بوجه وجوه كبيرة متورطة قرارات تخفيفية لفهم لبنان يستعد للعودة الى الحياة وترامب في موقف هزلي فليحقن الناس بالمعقمات الثامنة اللا ربعا بتوقيت بيروت اهلا بكم الى هذه النشرة التي تبث ايضا عبر الموقع اوتي في دوت كام دوت البي اما وقد قيل ما قيل بالامس وفي انتظار الرد التقني عبر بيان مفصل بالارقام كما تؤكد معلومات الوتي في كانت الساعات الاربع والعشرون التالية للكلام النوعي لرئيس الحكومة حسان الدياب حافلة بالردود السياسية عبر منابر مختلفة ابرزها دار الفتوى وفي غضون ذلك يرتسم المشهد الداخلي على الشكل الاتي على المستوى الرئاسي تصميم معهود على قيادة السفينة نحو بر الامان مهما كانت صعوبات اليوم التي لن تكون في كل الاحوال اكثر من كرة نار جديدة تلقى بين يدي من اعتاد اقصى المواجهات في سبيل لبنان على مستوى الرئاسة الثانية تصعيد في بحر الاصبوع الفائت على اعتبار ان الحكومة لا يجب ان تبقى في موقع المتفرج او الشاهد ليبقى الموقف مما جرى في جلسة مجلس الوزراء امس رهنة توضيحات او التبريرات اما على مستوى القوى السياسية فنبرة حريرية مرتفعة ولهجة جنبلاطية قاسية في مقابل هدوء نسبي على جبهة القوات اللبنانية تحت صقف منطق اجرب البور واجرب الفلاحة او ذهنية ضربع الحافر وضربع المسمار اما على مستوى التيار الوطني الحر وفي ضوء المكاشفة المالية التي اعلنها رئيس الحكومة فاشارت الهيئة السياسية التي اجتمعت الكترونيا اليوم برئاسة النائب جبران باسيل الى تصميم التيار على المضيف استراتيجية مكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة واستعادتها على ان يتقدم نواب التيار قريبا باقتراحات قوانين لهذه الغاية ما يوقف التهريب المتمادي للاموال وبالتالي النزف في احتياط لبنان النقدي وطالبت تيار الحكومة بالاسرع في الاعلان عن خطتها الانقاذية نظرا لخطورة الاوضاع وبان تشمل الخطة المنتظرة اجراءات فعلية تطمئن اللبنانيين على ودائعهم في المصارف وعلى حماية مدخراتهم وحقوقهم كاملة مؤكدة ان التيار سيكون بالمرصاد رفضا لأي اجراء يطاول حقوق اللبنانيين والدولة واعتبر بيان التيار ان التلاعب الحاصل في سعر صرف الدولار الامريكي غير مقبول وتتحمل المسؤولية بشأنه الادارة النقدية على ان تتضمن خطة الحكومة اجراءات لاعادة هيكلة الدين العام سميرة شكلها القاعدة بالبيت قلبتلك حياتك فوقاني تحتاني اكيد سمعت بالسوشال ديستانسينج انه التباعد هيك اطلع الكارت كمان في ديستانسينج لانه كونتاكتلس شوفي شو عيني شيري بس تكوني عم تشتري لك غراضين بتمرق الكارت فوق المكنة مبدئي فيها بس تشوفي هيدا الرمز يعني كارتك كمان سوشال ديستانسينج يلا باي فضيحة فساد في ملف الفيول المخشوش تكشف تورط رؤوس كبرى شركة لبنانية تبيع الفيول اويل الى الدولة متلطية خلف شركة اجنبية وتكبد الخزينة مئات مليارات الدولارات على مدى سنوات كل التفاصيل في تقرير للزميلة لارا الهاشم مئات ملايين الدولارات هو حجم الهدر منذ سنوات في ملف الفيول تحت ذريعة استيراد لبنان للفيول من شركة سونتراك الجزائرية بمجاب عقد موقع من دولة إلى دولة يتم تجديده منذ 2005 في مجلس الغزراء من دون إجراء مناقصات هذه هي المعطيات التي توصلت إليها التحقيقات التي تجريها القادية غادعون بالتعاون مع فرع المعلومات في التحقيقات في ملف الفيول الذي خلص إلى استنتاجين أولا أن شركة سونتراك الجزائرية هي واجهة لشركة لبنانية تقوم باستيراد الفيول من دولة غير الجزائر لصالح الدولة اللبنانية مقابل حصول سونتراك على عمولتها أما الخلصة الثانية فهي أن الفيول مستورد مخشوش التحقيقات أدت إلى توقيف أكثر من 12 موظفا في مديريات المنشآت إضافة إلى مدير سونتراك لبنان وسط تحقيقات كانت لتبقى محاطة بالسرية لو لم تضطر النيابة العامة إلى استحاب الموظفين برفقة عناصر من المعلومات للكشف مخباريا على حمولة كان سيتم إفراغها ليلة الجمعة وذلك حرصا على تسيير شؤون الدولة لكن كيف تم اكتشاف عمليات الغش؟ في 11-3-2020 رست في لبنان الناقلة البحرية بالتيكوى على متنها حمولة من المخصص لمعامل إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان وقد أرفق بالشحنة تقرير صادر حمولة مطابقة عند وصول الباخرة إلى لبنان تم إجراء فحوصات من قبل شركتين مراقبة في لبنان بيّنت أن الباخرة مطابقة للمواصفات لكن قبل تسلم شركة كاردينيز وشركة أم إي بي كمية الفيول تم إرسال عينة إلى شركة تطقيق عالمية في الخارج ليتبين أن الفيول غير مطابق للمواصفات علما أن مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك أشار في كتاب أرسله إلى وزير الطاقة ريمون غجر في 6-4-2020 إلى الضرر الذي ألحق بالتيار الكهربائي نتيجة رفض شركتين أم إي بي وكارباورشيب تسلم لفيول المخشوش وطلب من مصرف لبنان عدم صرف أي مبالغ مالية مترتبة على الشحنة حفاظاً على المال العام على أثر صدور تقرير شركة تطقيق فتحت القادية عون تحقيقة في الملف لكن تحت ذريعة صلاحيات المدعي للعمل المالي وضع القادية على إبراهيم يده على الملف ما دفع بوزير الطاقة ريمون غجر إلى إرسال كتاب إلى مدى عام التمييز القادية السنة عويدات مضالباً إياه تحديد المرجع القضائي الصالح منعاً لزيواجية الملاحقة والتحقيق وبعد حسم عويدات الصلاحية لصالح إبراهيم قررت نيابة العامة المالية حفظ التحقيق لعدم تكبد الخزينة أي خسارة عندها ومنعاً لإقفال الملف قرر المحامي وديعائل تقديم إخبار فيه جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان كون الجرم واقع في إطارها الجغرافي عندها كانت القادعون تستكمل التحقيقات الأولية لقناعتها بصلاحياتها المكانية والجرمية للتسبب بضرر بيئي إضافة إلى وجود عمليات تلاعب وتزوير علماً أن استدعاء كبار المسؤولين أظهر تقادي عدداً كبيراً من المسؤولين الرشاوى بهدف التلاعب بنتائج المختبرات إضافة إلى المشاركة بعمليات تزوير في بواليس الشحن لإخفاء المستوردين الفعليين في الملف كما ظهرت مستندات عالمية بالغة الأهمية تؤكد أن السوناتراك ليست هي الجهة الفعلية المستوردة معلومات الوتيفي تشير إلى أن تحقيقات أظهرت تورط رؤوس كبرى ساهمت لسنوات في هدر المال العام وأن من المفترض أن تصدر القادعون ادعاءها في المرحلة الأولى يوم الثلاثة لكن إلى حين ختم التحقيقات مع المدراء العامين والموظفين بعد الاستحصال على إذن من الوزير ألم يحن الوقت لتفسخ الحكومة العقدة مع السوناتراك المستمر منذ 2005 والتي تكبت دولة سنويا 200 مليون دولار يؤمنها مصرف لبنان لدعم الفيول في وقت يجف فيه الدولار من السوق وهل هذه السمسرات هي التي عرقلت لسنوات إنشاء محطات التغويز التي تحل محل الفيول والمزوت وتوفر مليارات الدولارات على الخزينة ماذا دار في جلسة مجلس الوزراء في النقاش حول كيفية التعامل مع حاكم مصرف لبنان رياض سليمي وهل طرحت إقالته على التصويت الجواب في التقرير التالي على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل سريع وصدور التعاميم اليومية من مصرف لبنان عقدات جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة في بعبده قال فيها رئيس الجمهورية أنه لا يمكن تحميل الحكومة الحالية أخطاء الثلاثين عاما وأكمل رئيس الحكومة قائلا أن رياض سليمي تحمل وسؤلية الضغط الذي تتعرض له الليرة اللبنانية في موقف غير مسبوق في علاقة السلطة السياسية بحكمية المصرف المركزي منذ استقلال لبنان بعد مداخلة رئيس الحكومة توالت التعليقات فكان التعليق الأبرز لوزير المال غازي وزني الذي قال للوزراء أنه ليس محام الدفاع عن رياض سليمي لكن هناك ثلاثة أمور يجب الانتباه لها أولا على أي أساس قانوني ستكون إقالة رياض سليمي ثانيا من هو البديل عنه وهل هناك توافق على أسماء نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصر في لبنان إذ لا يجوز الإقدام على خطوة في الفراغ ثالثا تحدث وزني عن تداعيات كبيرة للاستقالة قائلا إذا كان سعر الدولار اليوم أربعة تلاف ليرة ماذا إذا لمسى عتبة العشرة تلاف ليرة 16 ألف ليرة عندها لم تطير الليرة ورياض سليمي والمصارف بل ستطير الحكومة والبلد أيضا هل نرمي البلد في المحذور والفراغ ونصح وزني بتحديد كل المسؤوليات والاتفاق على التعيينات وخطة مالية نقدية وترك شركة التدقيق تخوم بمهامها من أجل تحديد المسؤوليات مع أكبر درجة من التنسيق بين المصر في المركزي والحكومة بكل مستوياتها ومسؤوليتها انتهى النقاش هنا وخرج الرئيس الدياب لتلوة بيانه المكتوب فيما اتجهت الأنظار إلى عينتين وإلى موقفها من هذا الاشتباك الصحفي غسان جواد يشرح الموقف متحدثا عن تنسيق سياسي لم يطرح موضوع إقالة حاكم مصر في لبنان على التصويت ورفضته حركة أمل الوزراء المحسوبين على حركة أمل طالبوا بمزيد من التنسيق السياسي لهذه الخطوة وعندما رأى الرئيس عون والرئيس الدياب بأنه يحتاج الأمر إلى مزيد من الاتصالات السياسية أعلن رئيس عون بأنه سيترك الأمر لمزيد من المشاورات السياسية ورئيس الدياب بعد الجلسة تحدث مع الرئيس عون حول أهمية مناقشة الرئيس بري في هذا الملف ومحاولة إيجاد إجماع واسع حول التجديد لحاكمية مصر في لبنان بوجوه جديدة يعني إن كان الحاكم أو نواب الحاكم وبالحقيقة موقف حركة أمل متميز داخل الحكومة ولكنه لا يزال أحد أبرز الأساسات التي تبقي هذه الحكومة لأنه الرئيس بري بزل جهود كبيرة بتشكيل الحكومة بزل جهود كبيرة بإعطاء الثقة بزل جهود كبيرة بمنع النقاش السياسي معها في الجلسة الأخيرة طبعا هناك اختلافات ولكن يجري تنظيم هذه الاختلافات لمصلحة التركيب الحكومي القائم كثيرة هي الحسابات السياسية المرافقة لهذه الأزمة إلا أن الثابتة أنه إذا خفت صوتها في الأيام المقبلة إلا أن صوت أنين اللبنانيين في الأسواق سيعلوا مع ارتفاع الأسعار وتأثير المعارك السياسية على ارتفاع سعر الدولار في الأسواق ماذا قالت الكتل السياسية المعارضة حول كلام دياب عن حاكم مصرف لبنان والمصارحة والمحاسبة مواقف دفاعية عن سلامة وهجومية على دياب والتيار والحزب ومصادر المستقبل تقول للأو تيفي هذه المرحلة تذكرنا بالعام 1998 هل مازال بإمكان حاكم المصرف الاستمرار بتطمينهم على سعر صرف الليلة اللبنانية كما فعل قبل أشهر ثم فجأة تبخرت هذه التطمينات هناك فجوات كبرى في مصرف لبنان فجوة في الأداء وفجوة في الاستراتيجيات وفجوة في الصراحة والوضوح وفجوة في السياسة النقدية وفجوة في الحسابات قالها بالأمس رئيس الحكومة حسن دياب بالفام الملآن لكن في كلامه فتح باب جديد من الهجوم على دياب ومنه على رئيس الجمهورية حينا وعلى حزب الله والتيار الوطني الحر حينا أخر فبعد كلام دياب بدأت مواقف الكتل السياسية وتحديدا من تحاول بشكل كبير تشكيل جبهة واحدة معارضة للعهد والحكومة بدأت بالتصاعد على خلفية الحديث عن حاكم مصرف لبنان والمصارحة والمحاسبة في التعليق الأولي خرجت القوات اللبنانية في موقف رأى فيه البعض دفاعا عن سلامه وهجوما على الحزب والتيار على غرار ما قاله النائب فادي سعد سمعنا الليلة خطابا لحزب الله وجبران بسيل بلسان رئيس الحكومة خطاب مخيب للأمال وخالر من أي قرارات إصلاحية حاسمة خطاب التهرب من المسئولية والهجوم على حاكم مصرف لبنان وتحميل الحاكم دون سواه مسئولية النزول إلى الهوية لكن سرعان ما حاول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجة أن يوضح الموقف القواتي فأصدر بيانا وفق فيه على أن هناك ثغرات وأخطاء وربما خطايا في عمل مصرف لبنان وأن التطقيق المالي مطلوب في المصرف المركزي لكنه طالب بالتوازي مع هذه الخطوة أن تترافق مع خطوات أخرى كأن يطال التطقيق كل الإدارات والمسئولين على المستويات المالية والإدارية والسياسية كافة وحدد جعجة قطاعات الكهرباء والاتصالات والجمارك والمرفأ من هذه المنطلقات منهيا بيانه أن كلامه هذا يقوله كي لا تندرج مطالبات الأمس في إطار الاستهدفات السياسية أو الشخصية التي يمكن أن تخرج عن المصاري الحقيقي للإصلاح المنشود الحزب الاشتراكي كان صريحا أكثر ووصفت مصادره للأوتي في محصلة بالأمس بأنه ليست محاسبة إنما كيدية وانتقام وقالت ليس الوقت للمحاسبة التي هي بحاجة أولا وأخيرا إلى قضاء المستقل فالأمر ليس من اختصاص السلطة السياسية والمطلوب اليوم من الدياب والسلطة الإنقاذ ووقف الإنهيار وسماع مطالب الناس التي تسأل عن الإصلاحات المالية والاقتصادية والإنقاذية بدوره طيار المستقبل يضع كلام الدياب الأخير في إطار سلسلة الاستهدفات والهجوم عليه من خلال طريقة التعاطي ويقول مصدر مستقبلي للأوتي في أن ما يحصل اليوم يذكر باستهداف الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 1998 عندما أرادوا إخراجه من الحكم ويذهب مصدر في المستقبل أبعد بالسؤال هل الهدف من هذه التصرفات تحويل الاقتصاد الحر إلى اقتصاد شمولي مشددا على أن ما يحصل هو استهداف للحريرية السياسية بدأه دياب ويستمر فيه رئيس الجمهورية الذي يتحدث دائما عن تبعات الثلاثين سنة على حد قول المصدر المستقبلي وكأنهم لم يشاركوا في الحكم ويختم هذا المصدر عبر الأوتي في بالقول أن تيار المستقبل مع الكشف عن الفساد ومع استقلالية القضاء ويتهم رئيس الحكومة بالتلكؤ في اتخاذ قرارات أساسية ومن دار الفتوى رد على كلام رئيس الحكومة بالأمس الرد تولاه كل من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق وذلك على همش المشاركة في حملة دار الفتوى لمساعدة المحتاجين مع انطلاق شهر رمضان المبارك الحملة الموحدة لعام الفين وعشرين من تنظيم دار الفتوى في مساعدة للعيل المحتاجة في هذه المرحلة لم تخلو من الكلام السياسي عالي النبرة خصوصا لكل من الرئيس السابق فؤاد السنيورة والوزير السابق نهاد المشنوق فالسنيورة وفي معرض تصريحه تعليقا على كلام الرئيس دياب في الأمس رأى أن ليس هكذا تعالج الأمور والمطلوب استنهاض المواطنين في دعم مسيرة الإصلاح الحقيقي هو العودة إلى احترام الدستور واتفاق الطائف ليس من الممكن على الإطلاق أن نستمر بهذه الخروق لا يريد لبنان أن يسعى إلى ما يسمى الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي هذا قرار يأخذه ولكن صندوق النقد الدولي هو الوسيلة الوحيدة الدولار ينزل بالثقة وبالتالي استعادة ثقة اللبنانيين بحكومتهم وبدولتهم وأيضا بفقامة رئيس الجمهورية بما في ذلك إن هذا الأمر هي استعادة الثقة هي الطريق التي توصل إلى أن يستقر الوضع الاقتصادي بدوره المشنوق صوب هذه المرة من الباب الطائفي الضيق معتبرا أن هناك مؤامر على السنية السياسية وأهل السنة وأنا تمنى أن لا يكون دياب جزءا منها رئيس دياب من لحظة اللي كلف وشكل الحكومي عم يتصرف على طريقة اللي بيسوء السيارة وبيطلع لورا وبالتالي شي طبيعي أنه يفوت بالحيط اللي بدي سوء السيارة بدي يطلع قدام ليوصل للي بدي يوصله ما سمعنا حتى الآن غير شكاوى ما سمعنا حتى الآن غير إدانات وما سمعنا حتى الآن غير تكفير اقتصادي وتكفير مالي الناس أكتر بحاجة أن تطلع لقدام وتشوف شو اللي بنعمل والانقلاب اللي عم بيحكي عليه والإدانات اللي عم بيحكي عليها هاي دي مش جاي عليه ما في مؤامرة على الحكومي في مؤامرة في مؤامرة من غير الحكومي في مؤامرة من كل القوى اللي اجتمعها وعم بتغير وجه البلد وتعتقد أنها بتنجح رح يكون أصرح معك لما منشد حزب الله بيعمله غنية للدكتور دياب لازم يكون متأكد أن المؤامرة مش علي المؤامرة نحن يعني متمنى أنه ما يكون جزء منها رئيس الحكومة السابق تمام اسلام شدد على أننا نعيش في مرحلة صعبة وبالتالي نحتاج إلى عناية ودراية من المسؤولين ولا يمكنهم وضع أنفسهم في موقع التصدي والدخول في جو المزايدات السياسية التي لا تؤدي إلى أي نتيجة وبدأت الانهيارات لأنه تم الخروج عن الدستور وحده مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان أغرد في السرب الإنساني الوطني مشددا على أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تردد كثيرا في لبنان في الآوينة الأخيرة ومشيرا إلى أننا جميعا في الأزمات واحد من أجل المواجهة والعمل الصالح لقد تردد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية كثيرا في لبنان وبالأخص في الآوينة الأخيرة ونحن مأمرون بحكم ديننا وبحكم أخلاقنا وبحكم إنسانيتنا أن نقف مع أهلنا في الأوقات العصيبة والصعبة مبادرة دار الفتوى هذه في أضق ظرف يعيشه لبنان تمكنت من جماع أكثر من ملياري ليرة لبنانية في دعم أردته حيويا ويشارك فيه كل مقتدر التدقيق في البنك المركزي ينطلق قريبا موقعنا إلكتروني أمريكي يتحدث عن جاهزية ثلاث شركات عالمية للقيام بالخطوة الجديدة في الأمس خرج رئيس الحكومة حسان دياب ولأول مرة في تاريخ البلاد الحديث معلنا عن تكليف شركة دولية حيادية التدقيق الحسابي في مصرف لبنان التزاما من الحكومة بالشفافية والوضوح في التعامل مع الفجوة في النظام المالي هذا الكلام الذي ترجم إيجابا بين اللبنانيين تبعه اليوم معلومات لموقع بيزنس نيوز الإلكتروني تناول ثلاثة شركات متقدمة في مجال التدقيق موضحا أنها ستتولى المهمة الكبيرة هذه الشركات وهي كي بي أم جي وكرول وأوليفر وايمان تقف أمام المهمة الأضاقة التي من شأنها أن ترسم صورة واضحة حول حقيقة ما يجري في المصرف المركزي وفي نبذة سريعة شركة كي بي أم جي هي شبكة خدمات مهنية دولية متعددة الجنسيات واحدى مؤسسات المحاسبة الأربعة الكبار مقرها في هولندا وهي أيضا شبكة من الشركات في 147 دولة ولديها أكثر من 219 ألف موظف ولها ثلاثة خطوط من الخدمات المراجعة المالية والضرائب والاستشارات شركة كرول هي شركة متخصصة بتحقيقات الشركات واستشارات المخاطر ومقرها نيويورك وتم تأسيسها عام 72 وهي ملك شركة داف أنفلبس كورب وهي شركة استشارات مالية دولية واستحوذت عليها ستون بوينت كابيتل وفيردر جلوبل تركز الشركة على مساعدة العملاء على تحسين العمليات من خلال الكشف عن عمولات أو احتيال أو أشكال أخرى من الفساد والشركة أوليفر وايمان هي شركة استشارات إدارية مقرها الولايات المتحدة تأسست في مدينة نيويورك عام 84 ولديها حاليا أكثر من 60 مكتبا في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأسيا والمحيط الهادئ وتوظف أكثر من 5000 متخصص وفي الحركة السياسية المتواصلة في البلاد استقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في دارته في اللألوء السفير الفرنسي في بيروت برينو فوشي وقد دام الاجتماع الذي تناول مختلف أشعون المحلية والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية لساعتين هذا وعقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل وأكدت في بيان في ضوء المكاشفة المالية التي أعلنها رئيس الحكومة حسان دياب بعد اجتماع مجلس الوزراء تصميم التيار على المضيف استراتيجية مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة واستعادتها معلنة أن نواب التيار سيتقدمون قريبا باقتراحات قوانين لهذه الغاية مما يوقف التهريب المتمادي للأموال وبالتالي النزف في الاحتياط النقدي للبنان وقال البيان تتوقف الهيئة باهتمام عند عودة العمل التشريعي للمجلس النيابي وما ينتظر منه على المستوى الرقابي وإذ تبدي الهيئة ارتياحها لإقرار سلسلة قوانين كان تكتل لبنان القوي تقدم بعدد منها تطالب باستكمالها سريعا بإقرار مجموعة اقتراحات قوانين تقدم بها التيار منذ أكثر من سنة كمنظومة متكاملة لكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين مع الإشارة إلى أن الضج المفتعل ضد التيار بسبب موقفه من اقتراح قانون جرت تقدم به في الجلسة الأخيرة لرفع الحصان عن الوزراء تم تحالته على اللجنة الفرعية المعنية بدرس رزمة قوانين الفساد بعدما سقطت عنه صفة العجلة إذ تبين أن إشكالات دستورية تشوبه وجرى ضمه إلى اقتراحات مشابهة لدرسه وصياغات اقتراحا موحدا بشأنه هذا مع العلم بأن التيار كان تقدم باقتراح قانون معجل قبل أكثر من سنة أي في أذار 2019 لرفع الحصانات عن كل من يطعط العمل العام وتولى أو يتولى مسئولية تنفيذية أو إدارية في الدولة ويشمل ذلك الرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين وأسقطت عنه في حينه صفة العجلة وأحيل لاحقا على اللجنة النيابية المصغرة ودعت الهيئة المجلس النيابي إلى الانتهاء من كل قوانين مكافحة الفساد خلال أسبوعين كما طالبت الهيئة السياسية الحكومة بالإسراع في أعلان خطتها الإنقاذية نظرا إلى خطورة الأوضاع واعتبرت أن التلاعب الحاصل في سعر صرف الدولار الأمريكي غير مقبول وتتحمل المسئولية بشأنه الإدارة النقدية داعية إلى أن تتضمن خطة الحكومة إجراءات لإعادة هيكلات الدين العام إصابات كورونا تواصل استقرارها عند ثمانية وجولة لوزير الصحة حمد حسن من لغبيري وصولا إلى رياء وحوش حالة ثماني إصابات جديدة سجلت بفيروس كورونا في الساعات الأربع وعشرين الأخيرة أما الاختبارات فقد بلغ عددها ألف ومئة وثلاثين الإصابات هذه توزعت ما بين أربع حالات مخالطة لحالات معروفة وثلاث حالات جديدة من المقيمين في وقت الحالة المتبقية هي لأحد العائدين إلى لبنان على متن إحدى رحلات طيران الشرق الأوسط بعد إغلاق المطار وفي الحصيلة اليومية أيضا أعلن عن حالتي وفاة واحدة منها في مستشفى سيدة المعونات ليرتفع إجمال الحالات إلى أربع وعشرين في الموازات لحظة تقرير وزارة الصحة ارتفاع عدد المتعافين إلى مئة أربعين وعلى وقع هذه المعطيات وبعد إقرار مجلس الوزراء خطط التخفيف من التعبئة على خمس مراحل أوضح وزير الصحة حمد حسن أننا اليوم بدأنا بالمرحلة الانتقالية بين مسار الذي اعتمدناه بالبداية التجاوب والتحضير إلى مسار العودة اليوم مشددا على أنه بات لزوما وضع الكمامات وعدم إزالتها لأنه عاد الإختلاط والإجراءات الوقائية للحماية الشخصية أصبحت ملزمة بهالمرحلة فيه قطاعات بدأت تبلش تنزل بدأت تشتغل بدأت خالط وبالتالي الإجراءات الاحترازية للحماية الشخصية صارت ملزمة ولكن اللي حبي بقوله أنه كل شي عم نوعد فيه عم بيتنفذ حسب الخطة اللي موضوعة وزارة الصحة اليوم عندها 17 فريق ميداني ببعبدة عم بيجمع حوالي 2500 عيني كمان لموضوعة حسب الخطة الهدف أنه نوصل لحد عشرة أيار بجمع 75 ألف عيني متوسطيا وهذا الرأم هو المطلوب لحتى ناخد الأرار بالنسبة للتعبئة العامة بشكل نهائي وفي رياق المحطة الثانية في جولته أوضح حسن أنه ونتيجة الفحوصات التي جمعت في المنطقة لا يوجد حالات انتشار للوباء لا بالحلقة الضيقة للعدوى هناك ولا بالحلقة الأوسع أو العينات العشوائية نحن اليوم بمسار الاستجابي ورفع الجهوزية صرنا على مرحلة متقدمة جدا نحن اليوم بهذا الجسر ما بين المرحلة الأولى مثل ما قلت هو الاستجابي ورفع الجهوزية والمرحلة الثانية هي مسار العودة إلى الحياة الطبيعية هذا المسار أو هذا الجسر بدنا نكون وعيين حضيصين دقيقين حذرين لأنه كنا عم نقول اليوم كانت سنغافورة كانت مأدمي نموذج راقي بمحاربة الفيروس وفعال ولكن للأسف فك التعبع العامي بسرعة أدى إلى نتائج كارثية اليوم بسنغافورة وبانتظار التقييم النهائي في العشر من أيار اعتبر حسن أنه يجب التمييز بين المشهد المأسوي الذي حصل في العديد من الدول والمشهد الواقعي الذي يتجسد بالتعاون والذي من دونه كنا في وضع كارثي أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قرارا عدل بمجبه توقيت الفتح والإقفال للمؤسسات التجارية والصناعية وبمجب القرار سمح فهمي ابتداء من الاثنين بفتح السوبرماركت حتى الساعة التاسعة مساء كما سمح بفتح الفنادق في مختلف المناطق اللبنانية مع الأخذ بالإجراءات الوقائية اللازمة وفي القرار أيضا بات بإمكان المواطنين التجول بسياراتهم حتى التاسعة مساء وفقا لجدول مجوز مفرد الموضوع سابقا مع السماح نهر الأحد لجميع السيارات التي تحمل لوحات بالتنقل على كل الأراضي اللبنانية مع احترام شروط السلام العامة والخاصة وفي زمن كورونا تصريحات واقتراحات غريبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد وصل الأمر بالأخير إلى الحديث عن إمكانية حقن الجسم بمطهرات لمحاربة فيروس كورونا المستجد بعد ساعات من الجدل وكثير من الانتقادات العلمية خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات محددة بشأن اقتراحه المثير للجدل عن إمكانية حقن الجسم بمطهرات لمحاربة فيروس كورونا المستجد وكان ترامب صرح خلال إفادته الصحفية اليومية بأن على العلماء استكشاف ما إذا كان تسليط أشعة تخترق أجسام المصابين بفيروس كورونا أو حقنها بمادة مطهرة قد يساعد في علاجهم من المرض التنفسي الذي يسببه الفيروس ثم حاول ترامب خلال مناسبة بالمكتب البيضوي في البيت الأبيض التراجع عن تلك التعليقات في الوقت الذي بدأ فيه عازما على مواصلة الدفع بنظريته القائلة بأن المطهرات وأشعة الشمس قد تساعد المرضى في نهاية المطاف بعد أن يدخل الفيروس أجسادهم وأصابت أفكار ترامب حول ماذا كان الحقا بالمطهرات قد يعالج مرضى كوفيد-19 المتخصصين في علوم الطب بالذعر وأثرت مخاوف جديدة من أن إفادته قد تدفع أشخاص يعانون من القلاق إلى تسميم أنفسهم بعلاجات لم تجرى عليها تجارب وفي تصرحات أخرى مثيرة للجدل كان ترامب أوضح أن الشمس والحرارة والرطوبة تقضي على كورونا وكان روج لاستخدام دواء مضاد للمالاريا يعرف باسم هيدروكسيكلوروكين في علاج مرضى كوفيد-19 على الرغم من عدم ثبوت فعاليته ووجود مخاوف تتعلق بمشكلات في القلب نتابع في النشرة بعد الفاصل دياب لفك الارتباط بين الدولة ومصالح السلطة أهلا بكم من جديد رئيس الحكومة حسن دياب يتفقد المديرية العامة للأمن الداخلي دياب وفي كلمته رأى أن المطلوب اليوم فك الارتباط بين الدولة ومصالح السلطة مواصلا جولاته على القطاعات الأمنية أكد رئيس الحكومة حسن دياب خلال تفقده مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن المطلوب اليوم فك الارتباط بين الدولة ومصالح السلطة وربط الدولة بالمواطن مباشرة والواقع أن صورة الدولة باهتة في نظر اللبنانيين الدولة غير موجودة فعليا في عقول الناس الدولة ترحلت نتيجة ممارسات أساءت إلى دورها الدولة خسرت حيبتها بسبب طعنات عميقة في بنيتها الدولة فقدت ثقة الناس لأنها انفصلت عنهم الدولة فقدت هويتها عندما تجذرت فكرة الاندماج بين السياسة والسلطة والقوى التي تحكم فعليا ليس لدينا ما يسمى بدولة عميقة تمثل فكرة الدولة ولا تتأثر بتغيير في السلطة إلا من حيث الأداء وإنما هناك منظومة عميقة تمثل السلطة بكل مكوناتها ولو تغيرت صور الحاضرين على طاولتها المطلوب اليوم هو فك الارتباط بين الدولة ومصالح السلطة وربط الدولة بالمواطن مباشرة وزير الداخلية محمد فهمي شدد على الإنجازات الميدانية والأمنية خصوصا على صعيد الأمن الاستباقي الذي قامت به المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وخصوصا فرع المعلومات أن دمع شهداء ومصابي هذه المؤسسة ساهم إلى حد بعيد في حماية لبنان وبقاء لبنان وشكل عنوان طلاق اللبنانيين كافة بأطيافهم المتعددة من جهته إلى فتاة المدير العام لقوى الأمن الداخلية لواء عماد عثمان إلى أن قوى الأمن ملتزمة بالقيام بواجباتها ضمن حدود النصوص القانونية ومنذ 17 تشين الأول وحتى اليوم وخوى الأمن لا تزال بجهوزية عالية مع كل حدث مستجد وتقوم بعملها بحرفية وحيادية تجعلها على مسافة واحدة من الجميع فالمؤسسة التي خاضت أشرس المعارك ضد الإرهاب والتجسس وعملت دون كلل على مكافحتهما بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وأشكالها لم ولن يصعب عليها تأدية المهام التي تقل إليها تبعاً أو تبعاً للأحداث المتتالية التي تمر بها البلاد فلا شك أننا كنا أول مؤسسة في الدولة بادرت إلى مكافحة الفساد بدءاً من نفسها وهذا مجدد الثقة بينها وبين المواطنين اللواء عثمان ختم متعهداً أن يكمل مسيرته الأمنية على رأس هذه المؤسسة بالشكل الذي يعيد للدولة هيبتها وثقة اللبنانيين بها هذا وطلق رئيس مجلس الوزراء حسان الدياب اتصالين من نظيره الكويتي ونظيره القطري وجرى التداول في آخر المستجدات المحلية والإقليمية وفي العلاقات الثنائية مع كل من البلدين وسبل توطيدها وهنأكل من الصباح والثاني الرئيس الدياب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والآن إلى آخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميل جات حايك مساء الخير بعد مروره بأخطر إشكال فيروس كورونا إذ تم معضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي انتصر المريض جوزاف بشارة بمعركته الصعبة ضد الفيروس وخرج أخيرا من قسم الإنعاش من تابع سواه ليازة طالب بتطبيق قانون السير اللبناني بشكل متواصل وصارم حفاظا على حياة شبابنا وأهلنا أقدم لص على متن دراج ناري وتوجه إلى سيارة مركونة بالمكان فتح الصندوق الأمامي وسرق بطارية السيارة بوضح النهار وأمام عدد من المواطنين من تابع سواه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من الأوتيفين نتابع النشرة صحات كيم جونغ أون تشغل الصينيين وطالبان ترفض وقفة لقنار موقت في زمن كورونا هذه الأخبار وسواها في فقرة الأخبار الإقليمية والدولية كشفت وكالات أنباء أن الصين أرسلت فريقا إلى كوريا الشمالية يضم خبراء طبيين لتقديم المشورة بشأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حسب ما ذكر ثلاثة أشخاص مطلعون على الوضع وأوضحت أن زيارة الأطباء والمسؤولين الصينيين تأتي وسط تقارير متضاربة عن صحة كيم ولفتت إلى أن أثنين من الأشخاص الثلاثة أشاروا إلى أن وفدا برئاسة عضو كبير في إدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني غادر بكين إلى كوريا الشمالية يوم الخميس وهذه الإدارة هي الهيئة الصينية الرئيسية التي تتعامل مع كوريا الشمالية المجاورة وكان موقع ديلي أنكي الإلكتروني في سيول قد ذكر في الأسبوع الماضي أن كيم يتعافى بعدما أجريت له عملية في القلب في 12 نيسان الحالي أعلنت بريطانيا أن أطلاق إيران قمراً صناعياً هذا الأسبوع يثير قلقاً شديداً ويخالف قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد ضع يوم الأربعاء إلى محاسبة إيران على عملية الإطلاق وقال أنه يعتقد أنها تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية التقارير عن إطلاق إيران قمراً صناعياً باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية مقلقة للغاية ولا تتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2231 وأضاف تطالب الأمم المتحدة إيران بالامتناع عن أي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية بحيث تكون قادرة على حمل أسلحة نووية يجب أن تلتزم إيران بذلك رفضت حركة طالبان دعوة الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان ومن أجل إتاحة الفرصة للسلطات لتركيز على مكافحة وباء كورونا مما أثر القلق مجدداً بشأن أفاق عملية السلام الهشة في البلاد وقال المتحدث باسم طالبان في رسالة على تويتر أن وقف إطلاق النار سيكون ممكناً في حالة تنفيذ عملية السلام بشكل كامل لكن وجود عقبات يعني أن الطالبان لم تلقي بعد سلاحها وجه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير ديبلوماسي الاتحاد الأوروبي دعوة مشتركة إلى هدنة إنسانية في ليبيا وقالوا إنه ينبغي على كل الأطراف استئناف محادثات السلام غيب الموت السيد ريمي الشامي شقيق السيدة الأولى نادي الشامي عون وقد قيمت مراسم الدفن اليوم في كنيسة سيدة الرجاء للروم الملكيين الكاثوليك في عين سعادة واقتصر الحضور على العائلة بسبب الظروف الراهنة شغل الراحل عدة مسؤوليات في حقل الإدارة العامة من بينها موقع مدير عام الاتصالات في الثمانينات ومن ثم موقع المستشار للوزير جبران باسيل في وزارتي الاتصالات والطاقة الوتي في تتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي ولسيما من فخامة الرئيس العماد ميشيل عون والسيدة الأولى المسيح قام حقا قام وبهذا نصل إلى ختام نشرتنا شكرا لحسن المتابعة للمزيد تابعونا عبر فيسبوك تويتر وموقع otv.com.lb إلى اللقاء